اهلا بحضراتكم مرة تانية فصل الصيف على الابواب ويعني بعد فترة اغلاق كبيرة جدا بسبب فيروس كورونا واماكن سياحية كتير فقدت روادها طبعا لان حركة الطيران كانت وقفة في العالم لكن متوقع انه يبقى فيه اقبال السنازي عن السنين اللي فاتت لانه الاجراءات الاحترازية تم تخفيفها في كتير من دول العالم وبدأت الناس تسافر وتنتقل بين الدول احنا بنتكلم عن انه مصر متوقع ان يوصل لها افواك سياحية خلال موسم الصيف ده مقارنة بالصفين اللي فاتوا وبالتالي وطبعا فيه اكتشافات اثرية كتير جدا اكتشافتها وزارة السياحة فيه تطوير حصل لاماكن ومزارات سياحية كتير ده متوقع انه يلاقي ترحيب من المقبلين ومن الرواد يبقى شيء مهم جدا دايما بنأكد عليه هو سلوكيات المواطن المصري والعاملين في الاماكن السياحية ازاي ممكن يبقى فيه وعي اكتر بالذات ان احنا هنستقبل اعداد ممكن تبقى اكبر من الفترة اللي فاتت ازاي ممكن ما يبقاش فيه مواقف يتم استغلالها بشكل سيء على السوشيال ميديا او يتم الكتابة عنها كتجارب سيئة من الجروبس والاماكن التجمعات الخاصة بالسائحين ودي الحقيقة بيبقى ليها تأثير كبير جدا سلبي في انه ناس تانية تقرر انها تلغي اجازتها او ما تجيش دي كلها تفاصيل حنتكلم فيها مع دفتنا في هذه الفقرة الدكتورة رودي وحيد البحثة الاثرية وايضا مرشدة سياحية اهلا بيك اهلا بحضرتك طبعا دي قضية مهمة جدا وانتوا اكيد بتعانوا منها كمرشدين سياحيين بتنزلوا اماكن سياحية هنتكلم فيها اكتر بس نشوف التقرير التالي من بعده نبتدي الحوار مباشر كل المقاومات السياحية والحملات التروجية لن يكون لها صدى لتنشيط السوق السياحي المصري دون العنصر الاهم ووحصن الضيافة والذي يلمسه السائح بشكل مباشر على الارض لذا تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بهذا الجانب وتعمل عبر عدة اجراءات وحملات لتطويره زيادة الوعي السياحي والاثري وتعزيز اخلاقيات السياحة بين طلاب المدارس من الملفات الهامة التي تعمل عليها وزارة التعليم كما ان وزارة السياحة والاثارة لديها العديد من البرامج والانشطة التوعوية المختلفة لنشر التوعيات السياحية والاثرية بين طلاب المدارس كما ان تدريب العمالات السياحية ورفع الوعي السياحي المجتمعية من ابرز واهم الملفات لذا تم إطلاق مبادرات الحملة القومية للوعي السياحية التي تهدف إلى التواصل مع جميع فئات الشعب المصرية وخاصة الأطفال عن طريق الإعلانات التلفزيونية المصورة والأفلام التسجيلية القصيرة واللافتات الدعائية في الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعية لتعريفهم بالسياحة وأهميتها لزيادة دخل الفردة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة ومرضودها على اقتصاد مصر القومية ومع زيادة تلك الحملات يجب وضع وتفعيل قوانين راضع لأي أفعال غير مسؤولة تضر بسمعة السياحة في مصر ليكون عبرة لكل من تسول له نفس الإضرار بمصلحة مصر وشعبها أهلا بيكم مرة تانية وبجدة الترحيب بالدكتورة رودي وحيد الباحثة الأثرية والمرشدة السياحية أولا الشعب المصري من أكتر الشعوب في العالم يعني فرندلي ومضياف وناس كتير جدا بتحب تيجي مصر مش بس عشان الأماكن السياحية عشان التعامل كمان في الشارع لكن في نفس الوقت في وجهة آخر كده من أحيانا الحشرية أحيانا المضايقات بالذات يعني في الأماكن بقى اللي بيبقى فيها رواد للأماكن السياحية حضرتك شايفة أنه في سيطرة كافية على الأماكن دي بحيث أن السياح ما يتعرضوش لمشاكل ولا لازم يبقى فيه سيطرة أكتر صباح أفضل عليك وعلى السادة المشاهدين هو طبعا إحنا محتاجين شوية سيطرة أكتر وشوية سيطرة دي بمعنى أنه مش همسك كرباقة في كل مكان أسري أو في أي مكان ولا حتى على السوشيال ميديا فيه دايما في أي مكان بيني وبين السائح أو بيني وبين الزائر أي أن كان أو حتى لو في فنده في أي مكان أنا بروحه في مجموعة قواعد كده وشوية قوانين لو أنا حاطتها وبشكل واضح وصريح هتحل الأزمة اللي بيني وبين السائح اللي ممكن يقولي ده أنا أتقابلت المشكلة واحد اثنين تلاتة أربعة لو هو عارف أن المشاكل دي مذكورة وبشكل واضح جامد جدا قدامه خلاص هو مش هدا يتعرض ليها فبالتالي خلاص خلصة المشكلة لا هيقدر يلاقي ده ولا أنا هقدر يلاقي قديم إنه عمالة دفع عن نفسي أنت مثلا بص عندك عالتكت مكتوب آه ها فكرة فيه لا يعني لقحت تعليمان بتبقى موجودة قدام الأسور المتاحث كل دي بتبقى مكتوبة طب وبعدين أنت قادر تحللي المشكلة دي مكتوبة هتقولي لأ أصلا ما شفتهايش صح ولا لا؟ صحيح لكن لما أنا هكون داخل مثلا عايز تصريح عشان هصور داخل عايز تصريح عشان هعمل كذا أنا غلط في كذا لو ده حتى موجود ومكتوبة عندي على التذاكر حتى لو بشكل ظريف حاجات بوينتس كده يعني مختصرة ده أكيد هيسهل جدا علي وعلى الآخرين طيب إيه التطوير اللي حصل في منظومة السياحة إحنا طبعا يعني بقلنا سنتين بسبب كوفيد ما فيش إقبال قوي ودي كانت فرصة الحقيقة لعادة التنظيم وطبعا فيه اكتشافات أترية جديدة فبتتحط من على خريطة السياحة وعلى خريطة المزارات إيه الفرصة اللي أخدتها وزارة السياحة لإدخال المزيد من التطوير على منهجها في العمل خلال الفترة الماضية طيب وبالنسبة للتطوير عندي عملوا حاجات كتير جدا كويسة إحنا في آخر سنتين عملوا شوية اتفاقات جميلة جدا دكتور خلال عنين مع الوزارة مع الترويج للحمرات ناسا عندي في 2021 عمل مع تنصيق كده مع كندا بإن يقدر يعمل ترويج للسياحة على طريق السوشال ميديا ابتدنا ناخد أفكار كتيرة جدا ابتدنا نقدر نهتم بالمجال السوشال ميديا ابتدنا نعمل المؤتمرات العربية اللي موجودة أو الأجنبية نقدر ندخل فيها الترويج السياحي كمان ما بقيتش بس الفكرة أن أنا داخل عندي المجال بتاعي هنا في مصر أو أن أنا أعتمد على الإعلانات الداخلية بتاعتي لابتدت كمان أن أنا أقدر أطلع لبرة وأقدر أقدم ده طيب أستأذنك بس حنخرج يعني من الهوى السواني علشان نروح لبروكسل لنقل وقاء مؤتمر عن دعم سوريا من بعد نستكمل معظم ترجمة نانسي قنقر